السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا اتكلمنا قبل كده عن زلزال المغرب وقدمنا التعزية الواجبة لأهلنا في المغرب وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل شهداءنا في المغرب وأن يشفي كل مصاب أصيب في هذا الزلزال وأن يخلف على أهل المغرب بخير مما فقدوا ولكن الحقيقة موضوع الزلزال دوت أثار موجة من الاستغراب الكبير جدا عند قطاع كبير جدا من المسلمين خصوصا أن كاميرات المراقبة رصدت ضوء أزرق ظهر في وقت الزلزال مباشرة في نفس الوقت في نفس اللحظة التي بدأ فيها الزلزال ظهر ضوء أزرق في الأفق سجلته كاميرات المراقبة فده جعل كتير من الناس يستدعو الصور التي رصدتها كاميرات المراقبة في زلزال تركية عندما رصدت نفس هذا الضوء الأزرق الذي ظهر في الأفق في الوقت الذي حدث فيه الزلزال طبعا الكلام ده خل كتير جدا من الناس يبدأ يكلم بقى عن نظرية المؤامرة وأن أكيد الزلازل دي زلازل مصطنعة ولا شك أن أمريكا هي المتهم باصطناع هذه الزلازل والدليل على كده هو ظهور هذا الضوء الأزرق كلام كتير جدا بيدور حوالين هذا الموضوع طبعا إحنا كمسلمين عندنا قاعدة شرعية وكمان هي قاعدة عقلية وعلمية أن كل أهل علم من العلوم وكل أهل صنعة من الصنعات كلامهم حجة على غيرهم فلذلك إحنا مش درسين الجيولوجيا ولا درسين علم الزلازل ولا نقدر نفسر الكلام ده ولا نقدر نتكلم في الكلام ده بغير علم فالطبيعي أن إحنا نعمل إيه؟ أن إحنا نرجع لأهل العلم اللي هم مختصين بهذا الأمر نروح لعلماء الجيولوجيا أو نروح لعلماء الزلازل ونسألهم يا أخوانا هو إيه الموضوع ده؟ هل الضوء اللي بيظهر مع الزلازل ده شيء طبيعي ولا شيء غير طبيعي؟ شيء يدعو للاستغراب ولا شيء لا يدعو للاستغراب؟ لما نبدأ نبحث في الموضوع ده هنجد أن هناك عدد كبير جدا من الأبحاث العلمية التي كتبها علماء متخصصون في هذا الشأن من علماء الجيولوجيا وعلماء الزلازل حوالين الضوء المصاحب للزلزال ممكن حرارك بسهولة جدا تبحث عن هذا الموضوع على جوجل وغيره هتجد رسائل بحسية كثيرة جدا تحت عنوان الشفق الزلزالي أو الإرث كويك لايت لو كتبت الإرث كويك لايت هتجد كم هائل من الأبحاث بتتكلم عن الموضوع ده طيب لما نسأل بقى الناس دول اللي هم مختصين اللي هم أهل هذا العلم نقولهم يا أخوانا هو ده شيء طبيعي ولا شيء غير طبيعي؟ هل ده شيء يدعو للاستغراب؟ ولا ده شيء لا يدعو للاستغراب؟ هنجد أن هم بيجوبوا علينا وبيقولوا أن ده شيء طبيعي وأن الضوء اللي بيظهر مع الزلازل ده شيء بيقع كثير جدا جدا وله أسباب علمية معروفة عند علماء هذا الأمر لأنا فهمت من الأبحاث اللي قريتها أن ده نتيجة القوة الرهيبة اللي بتنتج عن الزلزال فبيحصل نوع من الطاقة الكهرومغناطيسية فبيتحرر كم ضخم جدا من الأيونات بشكل أو بآخر بينتج عنها ظهور هذا الضوء طبعا التفصيل بقى لو أنت عايزه اذهب إلى هذه الأبحاث وستجد الأمر مفصل ومشروح بمنتهى الدقة إذن فموضوع الضوء المصاحب للزلازل ده شيء طبيعي وشيء لا يدعو للاستغراب طيب هنسأل سؤال نقوله وكل الزلازل بيظهر معاها هذا الضوء ولا ده في أنواع معينة من الزلازل هنجد أن هم بيجاوبونا ويقولوا لنا أن الضوء ده بيظهر معا أنواع معينة من الزلازل وبيكون دايما الزلازل اللي هي القوية جدا طيب الموضوع ده بدأ يظهر دلوقتي ولا الموضوع ده قديم يعني إمتى بدأوا يرصدوا موضوع الضوء المصاحب للزلازل ده الحقيقة الأبحاث بتقول أن الموضوع ده بدأ رصده من أكتر من ألف سنة يعني من القرن التاسع الميلادي القرن التاسع نحن في القرن الحدي والعشرين دلوقتي من القرن التاسع الميلادي وهم بيرصدوا موضوع الضوء المصاحب للزلازل ده فخلي بقى لك أن في الوقت ده كانت أمريكا عايش فيها الهنود الحمر ودول كانوا ناس طيبين وناس في حالهم وما لهمش دعوة بحد يعني ما كانش حتى لسه الأوروبيين اكتشفوا الأمريكتين وحتى هم بيقولوا أن الضوء ده مش لازم يكون أزرق ولا حاجة ممكن يكون ليه ألوان تانية وكمان من الحاجات المهمة اللي لازم ننتبه ليها إن كاميرات المراقبة لما بدأت بقى ترصد الضوء ده ما هو أصل الضوء ده هيتصور إزاي بيتصور من كاميرات المراقبة إنما يعني ما فيش حد يبقى عارف الزلزال هيحصل إمتى فيقوم يأخذ الكاميرا ويطلع يصور الضوء ده فتقريبا كل الحالات اللي تم فيها رصد هذا الضوء كان من خلال كاميرات المراقبة فلو بحثنا عن الضوء المصاحب للزلزال ده الشفق الزلزالي أو الإرث كويك لايت هلأ إنه بدأ يتم تصويره من فترة وده في عدد كبير جدا من دول العالم يعني خلي بالك الضوء ده ظهر في الصين وظهر في اليابان وظهر في المكسيك وطبعا في تركيا وفي المغرب وفي غيرها دول كتير جدا وقع فيها زلازل فرصدت كاميرات المراقبة ظهور هذا الضوء المصاحب للزلزال طبعا الكلام ده خلينا نسأل سؤال يعني هي الصين اللي هي القوة العملاقة دية اللي أمريكا بتعمل لها ألف ألف حساب هل ممكن أمريكا تتجرى إن هي يعني تعمل زلزال مصطنع داخل الصين والصين تبقى قاعدة سكتة كده وملهاش أي رد فعل ويعملوا نفسيهم مش واخدين بلهم أكيد طبعا مش ممكن ده يحصل وكذلك اليابان اليابان متقدمة جدا جدا ولو في حاجة زي كده أكيد هيقدروا يرصدوها تخيل أنت لما دولة تتسبب في زلزال مصطنع في دولة تانية فيموت فيه ألوف الناس وتتهدم فيه ألوف المباني ويخسروا فيه مليارات الدولارات الدولة اللي حصل فيها كل هذه الخسائر هيعودوا سكتين كده ويعملوا نفسهم مش واخدين بلهم أكيد طبعا لا ده تبقى بمثابة إعلام حرب ده تقوم فيها حرب عالمية الموضوع ده لو حصل وأكيد الصينيين مش مغفلين يعني ولا مش داريانين ولا اليابانيين مغفلين أو مش داريانين فأكيد لو الموضوع ده مصطنع الدول دي مش هتسكت طيب الموضوع هنا أهميته فين يعني انت ممكن دلوقتي حضرتك تسألني سؤال منطقي تقولي طب انت ما لك انت وما الموضوع ده يعني انت لن تعلم جولوجيا ولن تعلم في الزلازل فانت ليه طلع تكلمنا في الموضوع دوت وده فعلا سؤال منطقي وسؤال وجيه جدا علشان كده سلام عليك لا لا استنى استنى تعالى تعالى لسه فيه كلام عايزة أقولهولك بعيد بقى عن التفسير العلمي للموضوع ده اللي احنا هنسيبه طبعا للمتخصصين فيه ولكن اللي انا بقى جاي أكلمك عنه مش هو التفسير العلمي لموضوع الضوء المصاحب للزلازل لانه فعلا مش مجال تخصصي ولكن اللي انا بقى عاوز أكلم حضرتكم فيه في الدقائق الباقية من هذه الحلقة موضوع تاني خالص ولكنه مترتب على هذا الامر كل اللي احنا قلناه ده بمثابة مقدمة للكلام اللي احنا عايزين نقوله فيما بقي من هذه الحلقة اللي عاوز أقول له حضرتكم أن الأمة الإسلامية بشكل عام والعرب على وجه الخصوص أصبح عندنا عقلية جمعية قابلة تماما لنسج الخرافات والأساطير حوالين أي موضوع يحصل حوالينا في العالم انتوا فاكرين من كم شهر كده كان ظهر مقطع فيديو لشوية معيز وخرفان عملين يدوروا حوالين بعض ساعتها حصل ايه قامت الدنيا وكم رهيب من المقالات والفيديوهات ومش عارف ايه خلاص القيامة هتقوم خلاص دي من علامات الساعة خلاص المهدي اتولد وكلام من هذا القبيل مع ان الموضوع مفيش اي علاقة نهائي ولا اي دليل يربط موضوع اني شوية معيز بيلفه حوالين بعض وبين القيامة او المهدي او المسيح الدجال مفيش اي رابط نهائي مفيش لا حديث ولا آية بتتكلم في الموضوع ده خالص يعني مفيش حديث مثلا اذا رأيتم الاغنام تدور فقد اقتربت الامور او حاجة زي كده مفيش اي دليل ومع ذلك المسلمين نسجوا من عقولهم امور وخيالات ما وصدقوها وبدأوا انهم يشيعوها بين بعضهم البعض ولا حول ولا قوات الا بله الكلام ده يدل على ان العقل الجمعي للامة الاسلامية وللعرب على وجه التحديد اصبح عندنا حالة من الردة الحضارية والردة الفكرية والثقافية والمعرفية احنا خلي بالك دلوقتي المسلمين اللي عايشين في القرن الواحد وعشرين الميلادي والقرن الخامس عشر الهجري اصبحوا اقل ادراكا من اجدادنا اللي كانوا عايشين من الف سنة واكتر من الان يعني اجدادنا اللي كانوا عايشين من الف سنة كان عندهم مستوى من الوعي ومستوى من النضج الفكري والحضاري والمعرفي والثقافي اكتر بكتير مننا احنا الان في القرن الواحد وعشرين خلي بقلك ان فيه قطاع كبير جدا جدا من المسلمين عايش وقايم ونايم على قصة ان خلاص المهدي تولد او لا ما تولدش او لسه هيتولد هيظهر الشهر الجاي هيظهر السنة الجاية في قنوات موجودة على اليوتيوب وصفحات موجودة على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام وغيره غيره هتجد عليها ملايين المتابعين القنوات دي والصفحات ملهاش شغلانة غير المهدي تولد المهدي هيتولد علامات الساعة مش عارف ايه يبقى علامات الساعة هتظهر الى اخره خلاص ناس عايشة بس علشان ترصد ان خلاص المهدي تولد لا لسه ما تولدش لا تولد الشهر الجاي هيظهر الشهر اللي بعده الفين خمسة وعشرين لا الفين اربعة وعشرين وكلام خزع بلات لا يعتمد على اي دليل صحيح يأتوا باحاديث اكثرها اكاذيب واباطيل وبعضها احاديث صحيحة ويقومون بتلفيقها وتزويرها وتحريف معانيها حتى تؤدي لاثبات هذا الامر هو اصبح اشبه بالخزع بلات وطائفة كبيرة جدا من المسلمين عايشين على قصة المسايا سيستم المسايا سيستم ان المسيح الدجال هو اللي مسيطر على العالم وان كل حكام العالم دول بيلتقوا بالمسيح الدجال وفي حكومة خفية خلف العالم هي دي اللي بتدير العالم والفيلم الطويل العريض ده وفيه اولوف الفيديوهات معمولة خلي بالك موضوع المسايا سيستم ده احنا عندنا في المنطقة العربية رحمة شوية انت لو بتتصفح بقى صفحات الدعاء والمسلمين اللي عايشين في اوروبا وفي امريكا والكلام ده هتجد مصيبة سودة مصيبة سودة الموضوع ده واكل دماغ المسلمين هناك بشكل غير طبيعي وان المسيح الدجال ظهر بس هو عامل حكومة خفية وقاعد من خلف سطار وهو اللي بيدير العالم والخزعبلات دي كلها يعني انت عارف ان اجدادنا اللي كانوا عايشين قبل الف سنة قبل الف سنة كان عندهم من المسلمات من الامور المسلمة اللي ما فيهاش جدال ان الارض كروية كان ده امر مسلم به الناس كلها عندها دي مسألة ما فيهاش نقاش الارض كروية كان ذلك اجماع عند المسلمين الاجماع ده نقلوا مين نقلوا شيخ الاسلام ابن تيمية ابن تيمية ده ميت من سبعمائة وشوية سنة متوفى سبعمائة تمانية وعشرين هجريا يعني من اكتر من سبعمائة سنة ابن تيمية نقلوا الاجماع على ان الارض كروية ابن كسير نقلوا الاجماع على ان الارض كروية ابن حزم نقلوا الاجماع على ان الارض كروية وغيرهم كثيرون نقلوا الإجماع. الإجماع ده يعني إيه؟ يعني كل الأمة الإسلامية كل الناس عندهم ده من المسلمات. ده مسألة ما فيهاش نقاش. الأرض كروية وضارة حرب فكرية بين المسلمين وبين الكنيسة في أوروبا. على إيه؟ المسلمين بيقولوا الأرض كروية والكنيسة الكاثوليكية في أوروبا بتقول لا ده الأرض مسطحة. تخيل؟ السجال العلمي ده استمر ألف سنة وأكتر. المسلمون يقولون أن الأرض كروية والنصارى في أوروبا يقولون لا الأرض مسطحة. وفضل السجال بينهم لأكتر من ألف سنة. ثم ظهرت الأيام ودلوقتي يظهر مسلمين متدينين بينتصروا لقول الكنيسة على الأمر اللي كان مجمع عليه بين المسلمين قبل أكتر من ألف سنة. تخيل؟ وبيدللوا على صحة قول الكنيسة. أنت عرف لما ظهر كوبرنيكوس وبدأ يتكلم في أن الأرض كروية وأن الأرض مش مسطحة ولا حاجة هاجت عليه الكنيسة وعملوا له مصيبة سود. ليه؟ لأن قول كوبرنيكوس ده واثق قول المسلمين. لما ظهر بعده جاليليو جاليلي وعمل التليسكوب وأثبت بشكل علمي أن الأرض كروية حكموا عليه بالسجن المؤمن. وبعدين لما كبر وعجز حطوه تحت الإقامة الجبرية وعيمي بقى في آخر حياته وكلام منته. طب إيه اللي حصل ليه كده بيعملوا كده ليه في كوبرنيكوس وفي جاليليو لأن أقوالهم وفقط أقوال المسلمين. يجي النهاردة بعض المسلمين يعملوا رسائل دكتوراه في أن الأرض مسطحة. شوف الردة الحضارية والانحطاط الفكري والثقافي يعني الأمة الإسلامية عاملة كده بتنزل مش بتصعب. يعني شوف لدرجة ايه يعني اللي كاتب رسالة الدكتوراه دي ولا رسالة ماجستير في أن الأرض مسطحة. جده قبل ألف سنة كان يقطع بأن الأرض كروية. ويجري بقى بعض الناس لما يسمع الكلام ده يقول لك لا مفيش إجماع ولا حاجة. ويجري يجيب لك كلمتين من كتاب من هنا وكلمتين من كتاب من هنا وقول لك لا أهو ده ينقض الإجماع. والكلام اللي بيجيبوه ده لا ينقض الإجماع ولا حاجة. وحتى لو سلمنا أنه ينقض الإجماع. خمس ست عشر علماء قالوا ده في وسط أمة مليئة بالعلماء. ما هو معنى أن ابني تايمية ينقض الإجماع ده معنى إيه؟ يعني ابن تيمية نقل الإجماع؟ هل تقول ابن تيمية غلطان ومفيش إجماع، وابن حزم غلطان ومفيش إجماع، وابن كثير غلطان ومفيش إجماع، كل دول غلطانيهم يفهموش حاجة، ماشي، ولكن على الأقل ده معنى إيه؟ معنى أن السائد بين علماء المسلمين أنهم كانوا يقولون بأن الأرض كروية حتى لو خالف أفراد، أنت عارف أن الشيخ ابن باز، الله يرحمه، يغفر له، كان متشدد جدا في موضوع كروية الأرض، وكان يفتي بأن الأرض مسطحة، في آخر حياته تراجع، لما لأني في إجماع، ما يقدرش يخالف الإجماع، وقال لا، الأرض كروية بالإجماع، وأنا كنت غلطان لما كنت بقول أن الأرض مسطحة، طبعا أنا مش بأسير المسألة دي على وجه الخصوص والتحديد، ولكن أنا بقول لك شوف قد إيه بقى التراجع، إن الأمة الإسلامية كانت في يوم الأيام كانت هي البقعة المضيئة في هذا الكوكب الأرضي، يعني كوكب الأرض ده كان الحتة المنورة فيه هي العالم الإسلامي، بغداد ودمشق والقاهرة والرباط والقيروان والأندلس كان هي دي الأماكن المنورة في الدنيا، وكل الدنيا بقى شرقا وغربا شمالا وجنوبا عتم كحل، ظلام دامس، كوكب الأرض ده كان كل ظلام، ما كانش فيه حتة منورة غير العالم الإسلامي، تدور الأيام وتنقلب الأمور ويصبح المسلمون على هذه الحالة من الردة الحضرية والثقافية والمعرفية والفكرية، ويكون العقل العربي والعقل المسلم عنده استعداد تام، أنه يقبل أي خرافة مهما كانت، عملت لكم قبل كده حلقة عن تسخير الجيش الأمريكي للجن، أن ناس بتقول أن أمريكا القوة الرهيبة اللي عندها دي، أن هم بيصخروا الجن، وقلنا أن هذا مستحيل، مقطوع ببطلانة، بأدلة الكتاب والسن، وعندما أمريكا تصخر الجن، وعندهم المسيح الدجال هو اللي يدير العالم، ويقدروا يعملوا زلازل وبراكين، ويعملوا أمطار وأعاصير ورعود، وكل في قديهم ملكوت السماوات والأرض، أنت كده مش ناقص حاجة من صفات الربوبية إلا وديتها الأمريكا، يعني كده أمريكا عندها علم الساعة وتنزل الغيث وتعلم ما في الأرحام، ماذا هذا؟! ، الأمريكان مرعوبين من الصين، مرعوبين، مرعوبين من الصين، لأنها قوة موازين قوة اللي بيشتغل أكثر ويأخذ بالأسباب،، يملك أسباب القوة، كانت faen عفاريت أمريكا دي لما الطالبان في أفغانستان مسح بكرامتهم الأرض؟ كانت faen عفاريت أمريكا في الصومال، كانت faen عفارية أمريكا في فيتنام، كان فين الكلام؟ الفارق الوحيد بيننا وبينهم أن هم بيعملوا باخلاص لمصلحة دولتهم وإحنا لا نعمل لمصلحة لا دنة ولا أوطنة هو بس ده الفارق الوحيد قال الله عز وجل في كتابه العزيز ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إحنا عملنا إيه بقى المسلمين عملنا إيه تنازعنا ففشلنا وذهبت ريحنا بإيه بما كسبت أيدينا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إيه بقى إيه الحل بقى إن إحنا نرجع لدنة نستمسك بدنة ونطرد هذه الخرافات والخزعبلات من عقولنا ونعمل بجد نعمل بجد لجمع شمل هذه الأمة وتكون الأمة على قلب رجل واحد وإن لما نكون مختلفين نضع مسائل الخلاف في موضعها الصحيح بدون مبلغة وبدون تهويل وبدون تضخيم وبدون إن إحنا نسير الحروب التافهة على خضايا لا تحتمل هذا الخلاف العنيف جدا 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 صروات الأمة مهضرة وقوة الأمة مهضرة ولا حول ولا قوة إلا بالله لذلك هو هذا اللي أنا طلع أتكلم فيه مش طلع أتكلم عن الأسباب العلمية للضوء المصاحب للزلزال لا أنا طلع أتكلمكم في هذه النقاط وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون هذا الكلام خالصا لوجهه الكريم وأن يكون نافعا لكل من يستمع إليه جزاكم الله خيرا وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته